يتأرجح هؤلاء الأطفال في الهواء الطلق فقواعد اللعبة والاشتباك اختلفت الآن في الموصل والدراجات الهوائية الصغيرة لأطفال عراقيين باتت تملأ المكان متبادلة الأدوار مع دراجات نارية مفخخة كانت تجوب المدينة فالموصل العراقية تتعافى أخيرا بعد عشر سنوات هنا كانت المفاضلة صعبة جدا فإما حياة هذا الرجل أو حياة هذا الزرع أنا جيت باسترخاء أمسك الزرع وأسقينه فصفنت محقولة هذا الأمان 9-3 ونصف الفجر والنباتات والقحوف برا والزرع وبكل هدوء أسقي الزرع فكانت بصراحة لحظة بدون أي تفكير ولا كأنه عشر سنوات والله العظيم ولا كأنه يعني ما عرف ليش المرة فكرت مع العلم أنا صار ليسنتين ساكنون ولا مرة فكرت بس فعلا أني صدفة أنه أنت اليوم بهذا الاسترخاء وبهذا الأريحية أن أنت تجي تسقي زرعات بيتك بالمدينة القديمة وبحب وبهدوء وبأمان تبدو هذه السراديب المدمرة أشبه بمتاهة لا نهاية لها سوى الموت فعشرات الجرائم والاغتيالات نفذت بهذا الجزء القديم من المدينة لكن افتتاح المطاعم والجسور مؤخرا أضف ألوانا براقة إلى مشهد المدينة الباهت ثلاثة ونصف مليون طن من الأنقاض تم رفعها وإزالتها في السنوات الأولى للتحرير ولازمنا مستمرين إلى هذه اللحظة تصور طائرات لدرون المدينة من الأعلى وتبدو هادئة تحت سماء صافية سبق وازدحمت بالرصاص المتطاير والقدائف العشوائية قبل تحريرها من داعش عام 2017 هلالعلي الحدث